بسم الله الرحمن الرحيم نحو رضا هنتكلم على الإبيثيليل تشو نسيج الطلاقي هذا النسيج الطلاقي فائدته زي ما قلنا بكده اما يعمل كافرينج او يعمل لينينج اللي بيعمل كافرينج يبقى خارج الأعضاء الأورجن واللي بيعمل لينينج يبقى بيبطن من الداخل المهما يسأل لغة في الأول وفي الآخر اللي بيثيليل تشو فايس تسبيس فايس تسبيس يعني بتواجه الفراغ سواء كان الفراغ بقى داخل الأورجن زي مثلا الفم او القناة الهضمية من داخل او الدم من داخل مثلا البطانة او خارج القناة الهضمية مثلا في تجويف البطن المعدة مغلفة او محاطة بغشاء يسموه يبقى دايما فايس تسبيس طيب الخلايا هنا بتبقى خلايا مضغوطة جميع بعضها البعض مش زي خلايا قبل كده كلامنا عليها مثلا خلايا الخلايا موجودة في اطار واحد في مساحة صحيح لكن بعيد عن بعض مضغوطة باحكام اه اه اني لازم الخلايا تكون متستقرة على ايه على غشاء القاعدة يبقى لو قلت ان في غشاء قاعدة تعرف على طول ان دي ايه على طول دي خلايا ده نسيج طلاقي ايفاسكلر 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 يعني غير وعاق يعني ما فيش بين الخلايا دي او عادة موية ومبعضها او ملقى عادة مو موجودة في الموجودة اسفل الخلايا هنا في نسيج الضام اللي هو مستقر على غشاء ايه القاعدة اسفل غشاء القاعدة الفانكشن طبعا للحماية لانا ممكن تبقى غدة الافراز لانا تبقى بطنة القناة الهضمية تعمل امتصاص الري ابسوربشن اللي هي موجودة بتعمل في الامتصاص والفلتريشن طبعا موجودة في النيرونز او في سوريا في النيفرونز الموجودة في الكيدني الكلاسيفيكيشن اوف ذا ابثيلاتيشو ايه بقى تقسمة الابثيلاتيشو تقسم حكتين اما يكون كافرينج اللي امو حبوط حيط قولنا بتكافرينج من بره او من جوه بطانة او غطاء او جلاندولار ابثيل يبقى فيه كافرينج ابثيلية طلاقية غطائية او جلاندولار ابثيلية طلاقية متحورة للافراز اللي بسموها طلاقية غدية غدية الابثيلاتيشو فانشن او ابثيلاتيشو نمبر وان بورتيكشن زي الاسكين مثلا موجود في الاسكين الابسوركشن موجود برضو في زيد اللي بيبقى معظمه كولامنر ابثيلية سواء كان بقى سلياتيد او نانسلياتيد وموجود في الديجستف ابثيليم والطلاقية اللي هي الموجودة في جاز الهضمي عملية اعادة الامتصاص اللي موجودة طبعا في كيدنين تيبيولز سواء كان بروكزيما او ديستل السيكريشن عملية الافراز انزيمز لما تتحور تبقى غلاند وفي الحالة دي تدك انزيمز بسواء سرس انزيمز تدك ميوكس غلاند ميوكس فلاود يدك هرمونز في الحالة دي تبقى غدة بسموها دول كده بسموهم اكزوكراين وده بسموه اندوكراين غدد قنوية وغدد لا قنوية سينسيشن عملية الاحساس انها تتحور تبقى سينسوري بثيليم طلاقية حسية بسموها ريسيبتور بسموها ريسيبتور يبقى وظيف مختلفة فلتريشن برضو موجودين في كيدني تيبيولز بسعب عملية اخراج بتكوين البول او انها تسعب عملية تكاثر لما تبقى عبارة عن الموجودة في التستس او موجودة في الاوفري او الحيوانات المنوية او الاوفا البيضات الخلايا دي مرتبطة مع بعضها باحكام مش بتسب بعضها كده ليه لان بينها وبن بعضها في وصلات بتربطها باعضها we have two types of three types of junction طبعا help in communication بتوين السيل يعني المكان اللي موجود فيه الربطة دي ده خلية ودي خلية المكان اللي موجود فيه الربطة ده او اللي هو junction ده الواصلة ده المكان ده غير منفز طب المكان ده ممكن يحصل فيه عملية transport لكن اقصد المكان اللي موجود فيه الـ junction نفسه بيبقى impermeable غير منفز example الموجودة في بطانة المعدة النوع الثاني الـ adhesion junction ربطة الملتساقية وحاجزة كده في الياف موجودة بين الخلايا وبعضها كده هنا خلايا كده في كده هاته في space between the cells هاتنا هي element طلع من الخلية راح لخلية الاخرى بالشكل ده يبقى الـ adhesion junction بيكونها intercellular filaments link the cells together but still allow material to transport لكن دي بتسمح بعملية التransport لان بينها وبعضها في space يبقى allow the material to pass through the spaces between the cells and allow the tissue to stretch لما الالياف دي تتمدد يبقى الخلايا ممكن يحصلها stretch يعني ايه تتمدد تتسع يعني وتتمدد الـ gap junction اللي نوع الثالث من الوصلات اللي عليك اللي هو الوصلة الفجوية الـ gap الماتيريال to pass from one to together على الموتر and small molecule to pass from the cell to the other neighboring لخلية المجاورة لبعضها البعض ده بشكل ده كده نعمل زي الخياطة كده ده مادة بروتينية بسمه tight protein وده اللي بيكون tight junction joining the routine to create impermeable barrier المكان ده اللي يزرع ده الفتح ده ده النوع الثاني اللي هو gap junction في هنا channel اللي يقولتلي فيه gap ما بين الخلاب اللي هو communication النوع الثالث خالص اللي هو adhesion junction filaments اللي قلنا intercellular filaments between the two cells and allow stretch يسمح بالتمدد الخلايا and allow transport لانه فيه space between the cells بعد ده gap junction ده gap junction وده adhesion junction وده tight junction برضو تاني ده tight junction وده اللي فيه filament على طول يبقى adhesion ويبقى اسمه gap junction والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته